دشنا محافظ محافظة حضر موت مبخوت بن ماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية الواركن طالب بارجاش مشروع الانزال السمكي الرابع بالمكلة في مرحلته الثالثة لتسجيل وترقيم من قوارب الصيد التقليدية التي تنفذها المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي واستمع المحافظ وقائد المنطقة من قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضر موت العقد محمد باموهير إلى شرح حول هذه الخطوة في حصر وتسجيل القوارب بمحافظة حضر موت وتتبع سير الحركة الملاحية للقوارب وتصنيف فئات عمل القوارب ومساعدة المنظمات ومؤسسات الإغاثة في دعم الصيادين وتسيل مرورها في النقاط البحرية وحصر فئات قوالب القوارب في المصانع وتتبع ومراقبة القوارب التي ترتاد المناطق الساخنة للتهريب وإثبات ملكية القارب وتوقيف القوارب المخالفة عبر نظام الأمن البحري واشهد محافظة حضر موت بهذه الخطوة لتعزيز الإجراءات الأمنية ومكافحة التهريب وتنظيم عملية الاستيهات في سواحل المحافظة مثمنا جهود قوات خفر السواحل ودورها في تشييد وتشديد الرقابة على الشريط السحلي وتفعيل التفتيش البحري ترجمة نانسي قنقر